السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي على قناة وصفات أم آدم وكريم كنتمنى ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم ما قد شاهدوا هذا الفيديو فاليوم جيت لكم بحريشات اللي كيجوا أكتر من رائعين كيجوا لداد بزاف فيهم وحد المدق لبنين بزاف وكذلك كيجوا هشاشين ما كيجوش يعني قاسحين بزاف فعلا إلا جربتهم غدي نعجبكم بزاف فكنتمنى ان شاء الله الفيديو دي اليوم أنه ينال إعجابكم كيف العادة يلاعجكم الفيديو ما تنساوا تشجعوني باللايك ديالكم والتعاليق ديالكم وإلا كنتوا أول مرة تزوروا القناة ديالي فمرحبا بكم وفضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة وكذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله جديد القناة فما نطورت عليكم أكتر نخليكم مع المقادير والطريقة وفرجة ممتعة فعلى بركة الله فوحد الإناء بحال هذا غدا نحتاج أو غدا ندير فيه ثلاث كؤوس ديال السميدة سميدة القيقة أولا السميدة ديال الحرشة أولا ديال البسبوسة وكيف كتشوفوا الكأس يعني ما كيكونش عامر بزاف فكيكون ممسوح غدا نحتاج كيفما قدلكم الثلاث كؤوس حجم الكأس هنا يامية وخمسين ميلي لتر يعني هذ الكأس هذا كيهز ليامية وخمسين ميلي لتر فكيف مشتوق وضعت ثلاث كؤوس ديال السميدة على هات السميدة غدا نضيف ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات أولا البيكين باودر ما يعادي الكيس ديال 8 جرام غدا نضيف ملعقة صغيرة ما تكونش مملوء أبزاف ديال الملحة والملح كيبقى على حسب الضوء كذلك ملعقة كبيرة ما تكونش مملوء أجيدا كيفما كتشوفوا من السكر سنيدة أو للسكر الخاشين وغدا نضيف عليهم هنا ملعقة كبيرة ديال الزودة تكون بدرجة حرارة المطبخ فلأنه أنا يعني ما كنتش مخرجها من قبل من الثلاجة فقدرتها شوية في الميكرو أوند حتى تلقات انتم ما تخرجوها من الثلاجة من قبل باش هكذا كنت تحض لكم درجة حرارة المطبخ وضفت هنايا نصف كأس ديال الزيت المائدة فقبل ما نخلط هاد المكونات هادو فكنجيب بزلا فنوضع فيها نصف ملعقة صغيرة زيال الخميرة المعجونة اولا ممكن تعودوها بالخميرة حبيبات اولا الفورية ضفت عليها واحد الكمية قليلة ديال الماء اللي بتبعت الحال خاصو يكون دافي كنخلطها ونخليها على جنب بالما كتدوب مزيان مع هاداك الماء وكندوز دافا باش نخدم مزيان سميدة مع المكونات اللي ضفت لها فكنبقى نخدم فيها بهات الطريقة هدي ضروري إلا بغايتوا الحرشة ديال كنتنجح معاكم كتخدموه مزيان سميدة مع زبدة وزي اللي ضفنا لها حتى كتتلبس مزيان بهم ومن بعد غتنضيف السوائل فكنننحرك مزيان هديك الخميرة مع الماء قبل ما نضيفها وغتنضيف كأس ديال الماء يكون دافي دائما نفس الكأس اللي عبرت به فاسمحوا لنسيت ما ضفتش ملعقة كبيرة ديالة العسل غدا نضيف هادا بقبل ما نخلط المكونات مع بعضهم هاد الملعقة ديالة العسل كتعطي مدق بنين بزاف الحرشة غير جربوها بهات الطريقة اكيد غدا تولي معزمة عندكم لانها فعلا كتجيب بنينة بزاف لكنهما فاش تبغوا تدروا العسل فما بعد ما كتخدموه سميدة مع زبدة وزيت اللي درت في اللول يعني بعد ما كتبس بسو سميدة كتضيفو الملعقة ديالة العسل كتخدموها احتى هي مع سميدة عاد باش كتضيفو الخليط ديال الخميرة مع الماء والكأس ديال الماء دافي وكيف كتشوفو كتخلطو المكونات غير برؤوس الاصابع ديالكم يعني ما كان عجنوش الحرشة فكيف ما كتعرفو ان الحرشة ما كتعجنش فقط غير كنخلطوها برؤوس الاصابع وخكيبا لكم الخالط بان نخفيه من بعد راكي عاودين نشوف او لا سميدة كتشرب اذا نغطيها بغطايا ونخليها في واحد المكان واحد المدة ديال عشر دقائق حتى كتشرب لنا هذيك السميدة فكيف كتشوفو هنا بعد ما كتدوز عشر دقائق هذيك السميدة كتشرب وباش نشكل الحريشات فاخدت هنا يا غطايا ممكن تستعملوا هذيك المولات الصغارين او الاقطاعات الصغارين اللي متوفر عندكم كتستعملوه كناخد كمية من الخالط كيف كتشوفو كنشكلو على شكل كورة وكنوضعو في السميدة نفس السميدة اللي خلطت بها الحرشة كنحاول هكذا نقورها فكيف كتشوفو كندوزها مزيان في السميدة وكنرش المول اللي غادة نشكل فيه الحريشات بشوية ديالسميدة وكنوضع كيف كتشوفو الكويرة وكنسرحها هكذا فبهات الطريقة هذي كنحصلو على حريشات اللي كيكونو يعني مقادين في الشكل ديالهم وكذلك كيكون عندهم نفس الشكل ونفس الحجم سافيو كنزولها كيف كتشوفو فغدا نعود نشكل معاكم واحدة اخرى كناخد كمية من الخالط كنضيرو على شكل كورة وندوزو اللي ولف السميدة ونرش كذلك حتى الغطايا او القطاعة اللي استعملتو باش هكذا ما كتلسقش ليكون فيها الحرشة وكنوضع الكورة ديالت الخالط ونسرحها بيدين ديالي وكنرشها شوية بسميدة من الفوق باش هكذا ما تلسقش لي كذلك حتى على سطح العمل سافيو كنزولها كيف كتشوفو يعني طريقة اللي ساهلة جدا وكيف ما كدلكم بهذا الطريقة هذي كنحصلو على حريشات اللي كيكونو في نفس الحجم وكذلك نفس الشكل كيكون الشكل ديالهم مقاد ومتنافق وتقدرو كذلك تديرو حرشة بحجم عائلي لما بدوش تديرو هكذا حريشات صغارين بيمكانكم تديرو حرشة يكون الحجم ديالها كبير سافيو غدا نستمر عليها تشكل هادا حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة كنشكلها على شكل حريشات فاسافين بعد ما كملت شكل الحريشات كاملين فبنسبة لكمية ديالة الخليط اللي حذرت فعطاتني تسعود ديال الحريشات صغارين فغدا انتوز دب ان شاء الله باش نطيبهم كنت ديجا من قبل درك المقلة ثقيلة بطابعة الحال كتسخن ضروري ما نستعملوا المقلة ثقيلة فدرتها كتسخن وكنديروها على نار اللي تكون متوسطة ما تكونش مجهدة بزاف وما تكونش مهيلة بزاف فكنوضع فيها حتي تكون حريشات حليها هات شكل هادا نحاول نقاضدهم كيف ما قلت لكم النار تكون متوسطة ما تكونش مهيلة يعني بزاف هكا غدي نجوكم الحريشات ديالكم قاسحين وما تكونش ما تكونش عفوا اللعافية مشهدة باش مايتحرقوش ليكم فكيف ماشتوا من بعد ما كيتحمروا من جهة التحتانية كان قلبهم على جهة الأخرى فحاولوا انكم ما تبقاوش تقلبوا فيهم بزاف يعني كتتخليهم حتى كتتحمروا على الجهة التحتانية وكتقلبوهم هكذا ما تضروش انكم تبقىوش تقلبوا فيهم بز كل مرة تقلبوا فيهم وبهذه الطريقة هذي يقدروا يتكسروا ليكم من بعد مما كيتحمروا الحرشات من الجهتين كياخدوا هذا اللون هذا اللي كييجي جميل بزاف فقد نزولهم ونوضعهم في الطبق ديال التقديم وبنفس الطريقة بالنسبة للكمية الخرى اللي بقات لي فكنمسح لول المقلات من زائد ديال السميدة كيف كتشوفه فكيبقى هذا السميدة كتبقى شوية محروقة فكنمسح لول المقلات عاد كان طيب الكمية الخرى اللي بقات لي بنفس الطريقة وهذا هو الشكل نهائي للحرشات اللي حضرت معكم اليوم كيف كتشوفوا الشكل ديالهم وكذلك اللون ديالهم كيجي محمر المدق ديالهم كيجي اكتر من رائع وبنين بزاف بهذيك الزبدة اللي ضفنا اليوم وكذلك العسل كيعطيهم واحد المدق اللي بنين بزاف انا اكيدة انكم اللي جربتم بهذه الطريقة هذي غدين يوليوا معتمدين عندكم لانهم فعلا كيجوا اكتر من رائعين فهذا الوصفة غدين تولي معتمد عندكم وغدا تنسيكم في اي وصفة اخرى جربتوها فغدا نقطع لكم واحدة باش تشوفوا الشكل ديال الحرشات من الداخل كيفاش كيجي كيجي على هات الشكل هذا كيجي وهشاشين ورائعين جدا تقدموهم هكذا في الفطور اولا في القديم عبر اليد ديال اتاي وزبدة والعسل اولا المربى فكيبقى لكم الاختيار فكنتمنى ان شاء الله الوصفة ديالة اليوم والفيديو ديال اليوم انو اشتركوا في القناة وصفات ام ادم وكريم مع السلامة